أعزائي طلب التصف الرابع الأساسي أهلاً وسهلاً بكم معكم المعلم موعد غباري من مدارس الجنان الدولية اليوم سوف نناقش درس جديد من دروس مهارة الرياضيات في الوحدة السابعة وحدة الكسور العشرية والأعداد العشرية وعنوان درسنا اليوم هو جمع الأعداد العشرية سوف نبدأ معاً في مناقش التمارين الكتاب التمارين الأول أجد ناتجة الجمعي أربعة أجزاء من عشرة زائد خمسة أجزاء من عشرة كم تساوي تعلمنا سابقاً طريقة جمع كثرين عشريين نجمع المنازل المتشابهة لدينا هنا أربعة في مزل الأجزاء من عشرة زائد خمسة في مزل الأجزاء من عشرة توطينا تسعة في مزل الأجزاء من عشرة نثبت الفاصل العشرية ومن ثم صفر في الآحد زائد صفر وتعطينا صفر في با لدينا هنا 4 أجزاء من 100 زائد 81 جزءا من 100 كم تساوي؟ نجمع المنازل المتشابهة ونبدأ بالمنزل الأقل أو الأصغر وهي منزل الأجزاء من 100 4 زائد 1 في منزل الأجزاء من 10 تعطينا 5 0 زائد 8 في منزل الأجزاء من 10 تعطينا 8 نثبت الفاصل العشرية ومن ثم 0 زائد 0 وتعطينا 0 التمرين الثاني أناقش هل ناتج جمع كسرين عشريين دائما كسر عشري؟ أكتب مثالا يوضح ذلك لا وها هنا لدينا مثال 8 أجزاء من 10 زائد 3 أجزاء من 10 كم تعطينا؟ إن تعطينا 1 صحيح وجزء من 10 وطريقة الجمع سوف نتعرف عليها إذن لدينا هنا كسرين عشريين ولكن ناتج الجمع كان عدد عشري التمرين الثالث أجرى مؤيد مكالمتين من هاتفه الخليوي للإتمئنان على صديقي في المشفى فكانت مدة المكالمة الأولى هي 2 صحيح وخمسة أجزاء من 10 أو 2 صحيح وخمسون جزءا من 100 دقيقة والثانية 3 صحيح وخمسة وعشرون جزءا من 100 دقيقة ما مدة المكالمتين معا؟ لمعرفت مدة المكالمتين معا؟ إذن العملية عمليات جمع إذن سوف نقوم بجمع مدة المكالمتين إذن مدة المكالمة الأولى تكتب كعدد عشري 2 صحيح وخمسون جزءا من 100 وتساوي هذه بصورة موسعة خمسون جزءا من 100 زائر 2 صحيح مدة المكالمة الثانية تكتب كعدد عشري 3 صحيح وخمسة وعشرون جزءا من 100 وهذه تساوي خمسة وعشرون جزءا من 100 زائر 3 نجمع الكسرين العشريين إذن نجمع الكسرين العشريين أولا معا خمسون جزءا من 100 زائر 25 جزءا من 100 لدينا هنا صفر في منزل الأجزاء من 10 زائر 5 في منزل الأجزاء من 10 وتساوي 5 5 في منزل الأجزاء من 100 زائر 2 في منزل الأجزاء من 10 وتساوي 7 نثبت الفاصل العشرية وصفر زائد صفر تساوي صفر اذا ناتج جمع الكسرين العشريين هو 75 جزءا من 100 ونجمع العددين الصحيحين اثنان صحيح زائد ثلاثة من هنا اذا اثنان زائد ثلاثة وتساوي خمسة فيكون الوقت الذي تحدث فيه مؤيد مع صديقه هو 75 جزءا من 100 هذا هو ناتج جمع الكسرين العشريين زائد خمسة صحيح ويساوي خمسة صحيح وخمسة وسبعون جزءا من مئة دقيق التمرين الرابع أتأمل وألاحظ كيف جمعنا لعددين العشريين ستة صحيح وسبعة عشر جزءا من مئة زائد اثنان صحيح وخمسة وثلاثون جزءا من مئة هذه هي لوحة المنازل كمنا بترتيب العدد الأول في لوحة المنازل ومن ثم العدد الثاني في لوحة المنازل وقمنا بعملية الجمع نبدأ بالمنزل الأقل وهي الأجزاء من مئة لدينا هنا سبعة زائد خمسة وتساوي اثنى عشر اثنان وواحد باليد عملية الجمع الجمع الأعداد الصحيحة ومن ثم واحد باليد زائد واحد تعطينا اثنان زائد ثلاثة خمسة الفاصل العشرية هذا مكانها ومن ثم في منزلة الآحد ستة صحيح زائد اثنان وتعطينا ثمانية إذن ناتج الجمع هو ثمانية صحيح واثنان وخمسون جزءا من مئة أتعلم عند جمع عددين عشريين نجمع الأرقام في العددين كما نجمع الأعداد الصحيحة ونثبت الفاصلة العشرية عند الوصول إليها إذن طريقة جمع الأعداد العشرية هي نفس طريقة جمع الكثور العشرية ولكن عندما نصل الفاصلة العشرية نقوم بتثبيتها ومن ثم نقوم بجمع الأعداد الصحيحة أجد ناتج ما يلي سنقوم هنا بعملية الجمع العمودي لدينا العدد سبعة عشر صحيح واربعة عشر جزءا من مئة زائد اثنان وعشرون صحيح وثلاثة وتسعون جزءا من مئة طريقة الجمع كالثالي نقوم بجمع الأعداد كما نجمع الأعداد الصحيحة وعندما نصل إلى الفاصلة العشرية نقوم بتثبيتها نبدأ مع الأعداد في منزل تجزء من مئة أربعة زائد ثلاثة وتعطينا سبعة واحد زائد تسع يعطينا عشرة صفر وباليد واحد ومن ثم نثبت الفاصلة العشرية واحد زائد سبعة يعطينا ثمانية زائد اثنان تسعة زائد اثنان عشرة صفر وواحد باليد واحد زائد واحد اثنان زائد اثنان أربعة وهذه هي طريقة الجمع العمودي هيا نجمع الأعداد العشرية التي جمعا أفقيا أربعة وأربعون عددا صحيحا واربعة وستون جزءا من مئة زائد أربعة وسبعون عددا صحيحا وثمانية وسبعون جزءا من مئة نبدأ بجمع الأجزاء من مئة لدينا هنا أربعة أجزاء من مئة زائد ثمانية أجزاء من مئة وتساوي اثنى عشر اثنان وواحد باليد واحد زائد ستة سبعة زائد 7 أربعة عشر أربعة وواحد بالياد وصلنا إلى الفصل العشرين نقوم بتثبيتها ومن ثم واحد زائد أربعة خمسة زائد أربعة تسعة أربعة زائد سبعة وتساوي 11 وهذه هي طريقة الجمع الأفقي والآن دعا نادر صديقه سائدا التمرين السادس إلى الغداء في المطعم فإذا كانت تكلفة وجبة سائد تساوي خمسة عشر صحيحا وثلاثة واربعون جزءا من مئة دينار وتكلفة وجبة نادر ثلاثة عشر عبدا صحيحا وسبعة وستون جزءا من مئة دينار فما قيمة المبلغ الذي دفعه نادر في المطعم قيمة المبلغ الذي دفعه نادر في المطعم يساوي تكلفة وجبة سائد زائد تكلفة وجبة نادر إذن هذه تكلفة وجبة سائد نجمع لها تكلفة وجبة نادر لدينا هنا عددان عشريان سنقوم بعملية الجميع عملية الجميع كالتالي نبدأ بالمنزل الأصغر وهي الأجزاء من 100 3 زائد 7 وتعطينا 10 0 و 1 بالياد 1 زائد 4 5 زائد 6 11 1 و 1 بالياد نطبق الفاصل العشرية 1 زائد 5 6 زائد 3 9 1 زائد 1 2 إذن 29 صحيحا و 10 أجزاء من 100 دينار هذا ما دفعه نادر في مقام التمرين الثاني استهلكت عائلة في الأسبوع الأول 1 صحيح و 75 جزءا من 100 لتر زيت واستهلكت في الأسبوع الثاني 1 صحيح و 2 جزءا من 10 لتر زيت إقدر ما استهلكته هذه العائلة من الزيت خلال الأسبوعين إذن ما استهلكته خلال الأسبوعين هو يساوى ما استهلكته في الأسبوع الأول زائد ما استهلكته في الأسبوع الثاني الحل استهلكت العائلة خلال الأسبوعين 1 صح و 75 جزءا من 100 زائد 1 صح و جزءا من 10 لتر إذن لتقدير الناتج لتقدير ناتج الجمع نكون بتقريب العدد الأول لأقرب عدد صحيح ننظر هنا إلى منزل الأجزاء من 10 دينا 7 أجزاء من 10 والعدد 7 عدد كريم يعطي 1 للعدد 1 يصبح 2 لو نظرنا هنا لدينا العدد 2 في منزل الأجزاء من 10 والعدد 2 عدد بخيل لا يعطي فتبقى الواحد واحد ونقوم بعملية الجمع 2 زائد 1 يساوي 3 إذن تقريبا استهلكت العائلة خلال أسبوعين 3 لتر زيت أو 3 لتر زيت ننتقل إلى السؤال الثامن أقدر ناتج جمع الأعداد العشرية الآتية لأقرب عدد صحيح إذن يجب علينا أن نقوم بتقريب العدد الأول لأقرب عدد صحيح ننظر هنا إلى منزل الأجزاء من 10 لدينا 4 أجزاء من 10 والعدد 4 عدد بخيل لا يعطي فتبقى العدد 12 كما هو زائد لو نظرنا هنا إلى منزل الأجزاء من 10 لدينا هنا العدد 7 والعدد 7 عدد كريم يعطي 1 للعدد 3 فتصبح 4 ومن ثم نقوم بعملية الجمع 12 زائد 4 يساوي 16 العدد الثاني السؤال الثاني لدينا هنا 9 أجزاء من 10 وتسعة عدد كريم يعطي 1 للواحد في منزل الأحاد في تصبح 2 ومن ثم نقوم بعملية الجمع لو نظرنا هنا إلى منزل الأجزاء من 10 لدينا العدد 0 وعدد 0 عدد بخيل فتبقى الاثنان كما هي 2 زائد 2 ويساوي 4 لو نظرنا إلى السؤال جيم لدينا هنا 5 في منزل الأجزاء من 10 والخمسة عدد كريم يعطي 1 للأربعة في تصبح 5 ومن ثم نقوم بعملية الجمع ونظر هنا إلى منزل الأجزاء من 10 لدينا العدد 4 ولعدد 4 بخيل لا يعطي لـ 3 فتبقى ما هي ومن ثم نقوم بعملية الجمع 5 زائد 3 وتساوي 8 وآخر تمرين معنا في هذا الدرس أكمل الأنماط العددية الآتية 7 صحيح وأربعة أجزاء من 10 7 صحيح وثمانية أجزاء من 10 لو نظرنا هنا إلى العدد 7 صحيح وأربعة أجزاء من 10 ماذا نجمع له كي يصبح 7 صحيح وأربعة أجزاء من 10 نجمع له أربعة أجزاء من 10 ولو جمعنا لعدد 7 صحيح وأربعة أجزاء من 10 فيعطينا لعدد 8 صحيح وأشران إذن هنا نقوم بإضافة 4 أجزاء من 10 فتصبح لعدد 8 صحيح وأجزاء من 10 زائد أربعة أجزاء من 10 فيصبح لعدد هنا 9 لو نظرنا إلى السؤال ب لدينا هنا لعدد 20 صحيح وجزاء من 10 ومن ثم 22 صحيح وثلاث أجزاء من 10 ماذا أضفنا لعدد 20 جزاء من 10 كي يصبح 22 وثلاث أجزاء من 10 أضفنا له 2 صحيح وجزء من 10 لو أضفنا لـ 22 صحيح وثلاث أجزاء من 10 2 صحيح وجزء من 10 يصبح لدينا هنا لعدد 24 وأربعة أجزاء من 10 ومن ثم نضيف له 2 صحح وجزء من 10 في إصبه العدد لدين 26 صحح و5 أجزاء من 10 ومن ثم بإضافة 2 صحح وجزء من 10 يصبح العدد 28 صح حيحان و6 أجزاء من 10 هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درس جمع الأعداد العشرية أتمنى أن نكون قد فهمنا جيدا كيفية جمع الأعداد العشرية كيف نقدر ناتج جمع الأعداد العشرية و وكيف نقرب العداد العشرية إلى أقرب عدد صحيح وأتمنى ألقاكم في درس جديد إن شاء الله والسلام عليكم